قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ما يلي لإيه ده يا عمد الأخبار كويس تسبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي السعر زي ما هو بإذن الله لتر البنزين 80 هيبقى زي ما هو بـ 8 جنيه الـ 92 بـ 9 جنيه وربع الـ 95 بـ 10 جنيه 75 قرش أما السولر فهو 7 جنيه وربع زي ما هو قبل بس ما الإخوان يطلعوا يقولوا لك إيه الحق ده البنزين زاد ولا زاد ولا ديولو ده بالمناسبة يعني ومتوافر وموجود البلاد التانية شديدة التقدم الطوابير من هنا لحد مدان التحرير لأ لحد عبد منع مرياض عشان المبالغة مش حلوة بتكلمك بأمانة يعني طوابير طوابير ما بتهزرش طيب بيع طن المزوت ليه سعر طيب لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5000 جنيه للطن السعر كده وش عشان باوضو محدش يجي يقولك إيه الحق دخلوه خمسة ونص دخلوه بستة ده مفيش كلام من ده محدش يشتغلك ولا يضحك عليك ولا يكذب ولا حد يغلي أجر على الناس ولا حد يغلي حاجة على الناس إطلاقا سعر الطاقة زي ما انت شفت وزي ما انت سمعت بمنتهى البساطة قولوا يا رب ده كل حاجة تتحل في الدنيا ويا سلم سلم لما تبقى أقل من كده النص والربع كمان ما نقولش لأ مفيش حد يكره عشان بس نبقى منتفقين مفيش حد يكره دي منتجات احنا بنستوردها تقريبا كلها وبالرغم من ذلك وانت عارف ان الاسعار زايدة وانت عارف قرار بتاعة أوبيك بلاس والاسعار زايدة في العالم انت سبت سعر الطاقة في مصر حلو كده فيه ناس يعجبها وفيه ناس ما بيعجبهاش العجب للأسف